السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو احبابي كل سنة وحضراتكم طيبين النهاردة معنا عمل فن جديد هنرسم بالاسمنت الابيض وهنضف عليه غيرة وهنضف عليه كمان اللي هو الورنيش اللي بنلمع به المهم هنعملهم خلطة كده وهنحطهم في كيس انا عامل الموضوع ده في الفيديو اللي قبل كده فيديو اللوحة وهحطه في كيس بعد ما هحطه في كيس انا هحط تلات لوحات كده جنب بعض زي ما حضراتكم شايفين اللوحات ديت انا عاملها من الكارتون ولزق عليها ورق حتى تلاقوا الورق اللي انا لزقها الكتابة باين فيه الكتابة باين فيها فانا هبدأ بقى اشكل بقى الاشكال اللي انا عاوزاها دي مفروض شجرة مائلة على التلات لوحات بيتعلقوا كده جنب بعض على علو رقنا او انت ريه او زي ما انتو حابين يعني بيكملوا بعض بس بيتحطوا بالترتيب اللي انتو شايفينه ده يعني واحدة طول والاخر الاخرى يعني واحدة اطول من واحدة اطول من التالتة با لو بعمل انا بالبتاع الجبس وحاول بقى ان انا اوزعه بطريقة زي الوردة اللي في الفيديو اللي قبل كده السابق ده على طول جبت حتة فويلم اللي هو بتاع الاكل وعملت كده البروز اللي انتو شايفينه بيها ده علشان ان انا لما اجلون انا هعمل تطشاط نحاسي من فوق من فوق الوردات فيبان بقى ان دي ايه مش ان هي شجرة كمان ملونة لا ده فيها كمان ايه لمسة كده نحاسية بتدي منظر حلو اوي لما بتنشفوه بتتورنش بتبقى تحفة كأنها فعلا لوحة نحاس تابعوني للاخر انتو هتشوفوا شكلها هيبقى خرافة ان شاء الله هيعجبكم باذن الله فانا انا عملت جزع الشجرة زي ما انتو شايفين كده ان هي جزع فرش في الارض وعملت كمان ورق اوراق متسقطة من الشجرة هي يعني كونها ان هي شجرة كمان ان هي لوحة بتتعلق بتكمل بعض ان ده استمرار استمرارية للحياة يعني الهدف من الرسمة ده اللي ما بيعرفش يرسم خالص لو ما عندوكوش كيس او قصدي يعني ما عندوكوش حاجة توزعوا بيها ممكن تحطوا خطوط كده بالفرشة وتبدأوا تعملوها كده بورق الفويل تعملوا وتلموا ورق الفويل على بعضه وتعملوها كده بيها فهيددي المنظر الحلو اللي انتو شايفينه ده معلش لو ادي باينا فانا يعني ما تأخذنيش انا وضحت قربت الصورة قوي منكم علشان ايه بس ان انتو تبقى بينا قدامكم خلاص انا استنت لما هي نشفت خالص وجتلكم هو التاني بص البروز بتاعها بقى عمل ازاي اه طبعا انا سبتها يوم وتاني يوم جتلكو يعني تاني يوم على طول فممكن تقعد مثلا عشان عليها غيرة والاسمانة الابيض بيعمل بينشف بسرعة ممكن تقعد فترة بسيطة يعني مش ممكن مش يوم يعني جبت شوية الوان الالوان دي كانت معايا في التلفزيون كنت بصور حلقة هنزلها لكم ان شاء الله على القناة اه كنت انا مركبها كده عاملة الابيض واصفر وازرق وحمر وبني اه بشتغل به هناك اه فانا هشتغل بيهم لان هي الوان متركبة جاهزة طبعا متركبة ازاي حطنا اللون على شوية غيرة على شوية ورنيش فبيديلنا اللون الاكريليك الاصل اللي هو بتاع الرسم ده التركبة بتاعته اللي انتو لما بتدهنوا بيها على طول ما بتبقاش حتى محتاجها تتلمع بتبقى هي منها في نفسها متلمع هادهن الخلفية بتاع اللوحة او ارضية اللوحة هادهنها اسود بالطرق اللي انتو شايفينها دي اه طبعا انا بقى حطها اسود انا لقيت الاسود اللي معايا ده ما كفاش فكما علش صوتي اصلا طعبان كشان كان عندي برد اه كملت بحصا جوز حصا جوز ده بيجي بحبيبات من عندي الموان بعد هكده بحط عليها مية اه المية دي بتبقى دافية او سخنة يعني وبعد كده بقلبه بقلبه لغاية ما يبقى سائل كده لازج شوية باعبيه في ازازة وارجع ايه استخدمه وقبل ما باستخدمه ممكن اخففه بشوية مية يعني لو معلقة من الحصا الجوز المعلقة وصدها معلقتين مية اه ممكن اخففه ممكن لا على حسب لو انتو عايزين اللون تقيل قوي ما بتخففوش اه شفته انا بقى ايه بخففه بشوية مية فرشة كده اللي هي النعمة بوزع بها ايه اللون وما يعني ما ركزتش قوي على ورق الشجرة لان انا هدي الوان للشجرة الوان تانية يعني هدي الورق الشجرة الوان تانية فما ركزتش قوي فيها يعني طبعا هدي الاتلاث لوحات اسود وهرجع لكو تاني وارجع تلكو تاني يا حبيب قلبها انا دهنت الاتلاث لوحات اسود وجيت اصفر عملت تطشط بسيطة بس عشان افتح الشجرة وفي نفس الوقت اللون الاصفر اللي انا حطيته بحط عليه اللون احمر او الوان كمان تانية هتشوفوها حتديننا الخضار بتاع الشجرة هو اللون الاصفر على الاسود اللي هو الحصى جوز بصوا مدة على خضار مش اصفر فائع يعني هدهن بقى احمر فوق اللي انا عملته اهو دقات كده بالفرشة على فكرة يعني مش مش دهان دهان لا دقات بالفرشة زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط اهو وطبعا انا مركزتش اللون بيبقى غامق في فاتح غامق في فاتح بص يا حباب قلبي اللون انا لما حطيت اضفت كزا لون على بعض بيديني آآ 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 بس تخلي بالكو اعطيت بقى تاتشات كده من اللبيض اللي هي الوردات البيضة اللي في الشجرة ب بسن الفرشة من قدام مش من الجنب يعني الفرشة انا وماسكها بطريقة عمودية عشان تديلنا ايحاء نعفوا ان ده ورد شايفين الورد اهو وقال يعني الورد اللي وقع على الارض ده ده متساقط من الورد اللي هو اللي هو فوق الاعلى في الشجرة انا عملت ده واستنيت لما نشف ها يعني سنة كده ورحت عاملة تاني علشان اللون يوضح اكتر بصوا الجمال اهو آآ اللوحة لما خلصت وبدأت تجف بقت شكلها تحفة هو انا لسه ما ورنشتهاش انا هعلقها لكو او هصورها لكو بعد ما ايه ما خلصها خالص لكن اما تبصوا انا بنظف الفرشة اهو عشان اما احط لون تاني ما يبهدش ده على ده بصوا ترتبها بالطرقة اللي انتوا شايفينها دي هي الشجرة مائلة عشان كده الاوراق كلها في ناحية واحدة فانا قسمتها على ثلاث اماكن اه في حتة كده فتحة قوي غمقتها تاني باصمر كانت فتحة تاني مني يعني كانت فتحت قوي اه اوقع عليها بتاع دهان من اللي انا بدهنه اللي هو اللون الويض طيب جبت بقى اللون اللي هو النحاسي قوي قوي بقى هعمل تطشاط على على اللوحة على الخلفية السودة انا مش عايزها تبقى سودة انا عايزة فتحها شوي عشان تدي ضيل الشجرة انا عملت تطشاط كده ده بي اهي الخطوط دي بس يعني انا ما 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 طاغتش كله على اللينلس ولا انا اخدت تطشاط كده بسيطة خالص تحت الشجرة عشان تدها اضي ان ايه ان ده بعدي يعني ان دي الشجرة قريق من بعيد بصوا عطي تطشاط دهبي برضو او او نحاسي انا كنت هحط دهبي كمان بس قلت لأ كيفان نحاسي بما ان الشجرة فاها بنيات فالنحاسي يعني ايه يضغى شوي انا عملت تطشاط بسيط اخل انا مقربها لكوا ايه عشان تشوفوها تطشاط بسيطة كده نحاسي عشان لما تنشوف هتبقى منورة او اللوحة من بعيد تخيلوا اللوحة دي بقى وهي متعلقة فوق اه رقنة او انت روفها نفس الالوان بسيطة وانت عاملها بايديك هتبقى تحفة مفيش يعني حتى لو هتعملها على بتاعة نتيجة قديمة على لوحة نتيجة قديمة وتعملي شوية اسمان حتى ما تضفش كمان لو مش هتضيفي كمان غيرها ولا هتضيفي اي حاجة شوية اسمان طبيض وتعملهم بالطريقة اللي انت شفتها دي انا بعمل اي طريقة اي يعني انا داتك الفكرة انت هتعملي اي شكل بقى لو بتعرفي ترسمي هترسمي بقى حاجات احلى واحلى لو مش بتعرفي ترسمي بتعملي كده حاجات عشوائية رسومات هندسية ومسلسات مربعات اعملهم سلس وجنبيه مربع وجنبيه دايرة وحتبقى اشكلة عندسية شكلها حلوة قوي وتتعلق في رمضان كل سنة وانتوا طيبين خلص على الابواب ان شاء الله ان شاء الله يدعو لي كده ربناي يعني يشفيني بسلام واعمل لكم حاجات لرمضان حلوة قوي قوي بصو دا ترتبة وهي محطوطة وانا هوقفها لكم كمان واصورها لكم واخليها لكم على الصورة المصغرة لع الفيديو من بر لسه بقها ورنشها ما تنشب بالورنش دا سلام عليكم